وفي المعالجات مدد وزير العمل وشؤون الاجتماعي أحمد الأسدي فترة تقديم البيان السنوي للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية لمدة شهر إضافية فيما كشفت هيئة الحماية عن إنجاز أكثر من مليون وثمانمائة ألف بيان سنوية وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد الموسوي أن أقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات العراقية استطعت إدخال استمارة البيان السنوي على الواجهة الإلكترونية وتحديث بيانات المشمولين بعد إكمال إجراءات تدقيقها من قبل اللجان الفرعية ودع الموسوي جميع الأسر التي لم تقدم البيان السنوي حتى الآن الإسراع لتقديم البيان السنوي عبر منصة مظلة الإلكترونية تجنبا لعدم قطع الإعانة الاجتماعية نهائيا ترجمة نانسي قنقر